نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا للنهاردة السيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مبارح مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأيضاً الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وطلع سيدة الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة في القناة ووجه رئيس بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكل مرافقها وده لتعزيز التنافسية والمكانة المتفردة لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية كمان نوجه سيدة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهدفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية وده في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وقد وجه السيد الرئيس بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل بالتكامل مع المشروعات الخاصة بمنظومة الموانئ والخدمات البحرية وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية وقد عرض المهندس محمد يحيزكي المؤشرات المالية فيما يتعلق بالمشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والجهود القائمة لتعزيز العوائد الاستثمارية للهيئة من خلال التواصل مع الشركاء الأجانب بشأن المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد بما فيها إنشاء المحطات اللوجستية ومراكز البيانات بالإضافة إلى المصانع الخاصة بمعدات السكك الحديد ومجمعات التكرير والبتروكيمويات وتصنيع الإطارات والسيارات إلى جانب الصناعات الزراعية والدوائية والمنسوجات ومواد البناء والتي ستعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية على الدولة وتساهم في توفير فرص عمل وتفتح أفاقاً استثمارية جديدة كما عرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ذات الصياق جهود توطين مشروعات الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية فضلاً عن الدراسات المتعلقة بمشروعات إنتاج الوقود الأخضر في المنطقة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضاً عرض مستجدات التطوير الجاري بموانئ العين السخنة والعريش وغرب بورسعيد خاصة بالنسبة للاستخدامات والساحات والمخازن والأرصفة البحرية فضلاً عن استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تضم ميناء شرق بورسعيد إلى جانب مناطق صناعية ولوجستية ومحطة متعددة الأغراض كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس الاجتماع تناول متابعة نشاط هيئة قناة السويس وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على معدلات حركة الملاحة بقناة السويس حيث استعرض الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس مؤشرات نشاط حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي وحتى الآن بما فيها أعداد السفن المرة وحجم الحمولات والحاويات والتي حققت معدلات زيادة مقارنة بنفس الفترة عن العام الماضي فيما يخص أعداد السفن وحجم البضائع العابرة وكذلك لارتفاع في الإيرادات كما عرض السيد رئيس هيئة قناة السويس محاور تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة لها بالإضافة إلى جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحرية وما يضمه من قاطرات وكركات حفر ولنشاة الإرشاد وكذا جهود التنصيق مع الشركاء الدوليين خاصة وكالة التعاون الدولي الياباني جايكا لبحث سبل التعاون مع الجانب الياباني فيما يخص نشاط هيئة قناة السويس وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في مشروعات هيئة قناة السويس في إطار استراتيجيتها الخاصة بتطوير القناة ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وذلك لتعزيز التنفسية والمكان المتفرد لقناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية وفي إطار حرس القوات المسلحة على دعم الأنشطة البحثية من خلال التعاون المثمر والبناء بين قوات المسلحة والمؤسسات العلمية وقعت أكاديمية نصر العسكرية العليا بروتوكول تعاون مع جامعة الزأزيق في حضور مدير الأكاديمية ورئيس جامعة الزأزيق وعدد من أعضاء هيئة التدريس البروتوكول هدفه تعزيز المشاركة المتبادلة بين الأكاديمية والجامعة في مجالات التدريب والبحث العلمي والبحث المشتركة وتبادل الخبرات والخبراء في مجال الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي وإدارة الأزمات والتفاوض وصناعة القرارات وغيرها من مجالات التعاون المقترحة بين الجانبين هنروح لتقررنا اليوم عن الأخبار اللي حصلت مبارح كان في مجموعة كبيرة من الأخبار شاهدت مجموعة من الأحداث كمان وموضوعات المهمة أهمها أن رئيس الوزراء استعرض الأثار النتيجة عن ارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات وكمان متابعة رئيس الوزراء لخطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات خلال المرحلة اللي جاية وأخبار أخرى هنتبعها من خلال هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستعراض دراسة عن الأثار النتيجة لارتفاع سعر الصرف في موازنات الشركات وأشار دكتور مدبولي أن نتيجة تحريك سعر الصرف أثرت على الشركات اللي عندها أرصدة التزامات كبيرة بالعملة الأجنبية سواء قصيرة الأجل أو طويلة الأجل نتيجة إعادة ترجمة الأرصدة دي وفقاً لسعر الصرف بعد تحريكه كمان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تابع خطة صندوق مصر السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة اللي جاية وأشار الدكتور مصطفى إلى أن الدولة مشية في طريق تبني الخطط والمقترحات اللي منشأناها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وده من خلال برامج طموحة بتستهدف دفع مختلف القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن صندوق مصر السيادي شغال بقوة وبيشجع الشركات مع القطاع الخاص علشان يحقق التنمية الاقتصادية المنشودة كمان عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة إجراءات تنشيط قطاع التمويل العقاري وأكد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بأهمية العمل على تنشيط قطاع التمويل العقاري وتقديم المزيد من التيسيرات المتعلقة بإجراءات حصول المواطنين على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري لمختلف الشرائح أوجه كمان رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل مصغرة بتضم مجموعة من المسؤولين المعنيين لدراسة كيفية الدفع بهذا القطاع ونموه حصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خمس جوايز ضمن مسابقة ستيفي أوردز للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2022 من بين 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اشتركوا في القناة